في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاتل المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة المبادرات تيجي باستمرار عندنا ويموفرنا حاجات كتيرة وكل سنة وانتوا طيبين ونسكر سياطة الرئيس أنه فاكرنا دايما في المواسم الحلوة ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين إنما تمتد إلى مقار إقامتهم وأماكن عملهم حيث حرصت الوزارة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية أنا بشكر رئيس عبدالفتاح السيسي إنه فاكرنا في حاجة زي كده ومش نفسينا هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر أحلى لدي الدنيا لي يا بلادي هنا مصر هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر أحلى لدي الدنيا لي يا بلادي هنا مصر أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جانبنا وفكرنا دايماً في كل حاجة وفي كل خيس نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيس عملنا أنجزات الصوامع وعملنا التكاسف بطرع كانت كل شوية ننزل نبحث ونطلع لكن دوقتي الأنجزات ما شاء الله التكاسف حلوة من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية وأسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقاً من دورها الإنساني والاجتماعي كل سنة هو طيب وعط عليه بخير ويزيده من نعيم الله أنا بحب أشكر وزارة الداخلية عن أم وجمه الزعلين الكاراتين وربنا يخليلينا يا رب ومحرمنا من أبدا الله يخليه الرئيس عفتاح عزيزي حاسس بينا ومرعينا كل سنة حضراتنا في أبو ربنا يخلينا الرئيس عفتاح أنا مبسوطة أن استعدت الرئيس فاكرنا وجايلنا لحد الأراضي الزراعية ويدينا مبادرة كلنا واحد وربي دايماً يبقى فاكرنا على طول لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية والذي يأتي في مقدمة أولوياتها نشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما سهبنا شي في المبادرات في أي وقت وفي أي منازبه على طول جايلنا بحفظة السويس وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس هو طيبة يا رب وتأتي هذه المساعدات إسهاماً من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين نشكر سيادة الرئيس اللي هو جاب لنا كارتينة رمضان وكل سنة هو طيب كانت ترقيل في خيره منهم موقفين جنبينا ومفاكرين على طول على طول على طول وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر أبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه وافتكر الغلاب ربنا يخلينا الرئيس وتولينا في عمره لما قربوا بعيد شعب الإتفلين من هلمشي منا كارب ومباركنا فيه ويدله الصحة هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلادي الدنيا دي يا بلادي هنوش هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلادي الدنيا دي يا بلادي هنوش كل سنة وحضرتك طيبة هرمشوا من الرئيس وربنا يخليكم لنا يا رب كل سنة ونطيبين وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخن المصر كلها هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر أحلى بلادي الدنيا دي يا بلادي هنا مصر هنا مصر اللي عشيناها إدباها هنا مصر صوص الرئيس الجمهورية بتاعنا وربنا يخليهن وتحيا مصر وربنا يخليهن نعرفش الخوف نتحدى في أي ظروف المبادرة دي دايما على طولي فرح بها الغلابة كلها تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويحيا رئيس الجمهورية تحيا مصر بيكم تحيا مصر بشعبها وأهلها تحيا مصر